بالحقيقة أحبائي المسيح وهذا الشيء اللي بيزهلني في بستان جاتسماني جاء الآلاف على يسوع المسيح من الجيش من العسكر من خدام الهيكل من جمهور كلمة جمهور يعني عدد غفير صعب نحصي العدد وجينا على شخص واحد جاءوا في بستان جاتسماني ويهوذة الإسخريو تأعطى علامة أنه الشخص اللي بيقبله وقال يسوع يا صاحب لماذا جئت يا يهوذة أبي قبلة تسلم ابن الإنسان وبترس بهاي اللحظة الصحية من النوم عم بفارك بعينيه يا سيد أنا أضرب كان معا خنجر وراح خبط واحد ضرب عبد رئيس الكهنة ملخس ولاحظ في هاي اللحظات أن المسيح مع أنه ذاهب للصليب وبخ بطرس وقال له رد سيفك إلى غمده الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ أو بالسيف يهلك لاحظ الكلام يعني في اللحظات الحاسمة في آخر اللحظات وهو على الأرض ثم قال هذه العبارة انتبه لإلها أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من إثني عشر جيشاً وكلمة جيش هون تتكلم على أعداد غفيري بالآلاف وعشرات بالمئات الآلاف جيشاً من الملائكة حبائي بتذكر لما ملاك واحد لما جاء سنحريب وحاصر أورشاليم وصلى الشعياء النبي وصلى الملك حزقية لما نشر هيك يعني كلام المعيرين أمام الرب وفعلاً الرب أرسل ملاك تخيلوا ملاك واحد قتل مئة وخمسة وثمانين ألف جندي فإذا إذا تخيلنا كل ملاك كم وحطينا كل ملاك بيقتل مئة وخمسة وثمانين ألف يعني الأعداد في المليارات ممكن ملاكي فيسوع بقول لبطرس يعني أنت مش شايف المخطط الإلهي والمشورة الإلهية وقال لي بيلاتوس لكان خدام يجاهدون بالروح بالدم اللي منسمعه التعبيرات في الشرق الأوسط وعن بيوبخ بطرس بقول لي أنا مش يعني ممكن أرسل مليارات من الملائكة اللي تقضي بنفخة واحدة أو بالأحرى يسوع بنفخة واحدة ممكن يخلص على كل الأعداء لكن ليس لهذا الغرض جاء المسيح لأنه قال مملكتي ليست من هذا العالم ثم قال أيضا أحبائي كلمة كتير كتير مهمة اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق يعني هم مش تتكلم لا عقتال ولا عنف ولا حرب ولا احتلال ولا غزو ولا تشريد ولا قهر ولا اختصاب ولا سرقة إطلاقا اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون دائما أنا أقول المسيح ليس جاء على الأساس يبني الصيد ولا جاء على الأساس يبني شعبية بالعكس كتير رجعوا من وراء يسوع المسيح لأنه أعطاهم الخيار وقالوا هذا التعليم الصعب فإذن أحبائي الرب يسوع عم بيتكلم بكل وضوح اشتركوا في القناة